يا مراحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو اليوم راح اشرح لكم كيف تعملوا تصميم تيكست ستايل على الهاتف فقط تيكست ستايل زي ما انتم شايفين انا ما اخده من قناة نور ديزاين هو عمله على الفوتوشوب وانا حاولت اعملكوا اياه على الهاتف عشان تعرفوا انه الهاتف صح انه امكانياته اضعف من البي سي ولكن اه بتقدر تعمل منه اشياء حلوة ويلا بس بدون كلمة كتير خلونا نبدأ بالشرح طيب اول اشي راح نجيب لير جديدة او فوتو ونختار من عنا اه منختار النص ومنحط على صح خلينا نبدأ في التصميم اول اشي راح نحدد اه عنا كلمة تصميم ونروح نحطها نحط علامة الزايد ونحط لير فروم سيليكشن يعني بيعملك من اللي انت محدده لير جديدة شايفين هيك صارت لحالها منروح على اللير الاساسية تعطي النص ومنروح على دي كلير علشان شوفوا هالجيت كيف صار كل واحدة بلاير لحال طيب خلينا نعمل سيليكشن او سيليكت اه بيكسل على كلمة التصميم ونروح على جريديانت ونجيب لجريديانت الاخضر هيك اعتقد هيك شباب منيه تمام طبعا اللي بده اللي بده يعني التصميم اللي بده الالوان المستخدمة يلقت شاشة وهي موجود كل بتاخد منها الالوان زي هيك مسلا سنحكولكم كيف تاخد الالوان بتعمل زي هيك وفي العلامة هاي تضغط عليها تاخد اللون بس اه طيب اه منحدد الناص او خلينا نجيب صورة قابل الصورة اللي بدنا نحطها استنى شوية تمام خلينا نجيب مسلا هاده هاده الملحقة ونحط صاح طيب منحدد على كلمة تصميم ومنروح على يش اعمل اللي تستانى شوية سيلكت بكسل ومنروح منعمل منروح على اللير اللي حطينا فيها اللون هاده الابيض وبنروح نعمل اكستراكت شوفوا كيف هيك الشكل عنا صار وهالجيتها منخفف اللوباسيتي تبعها شوفوا كيف على خمسة واربعين منيه تمام اه هالجيت راح نحط لستروك نظل محددين على كلمة تصميم ونحط امتي لاير تحت كلمة اه تصميم بعد ما حددنا على اه منحط على اللير الجديدة ومنحطنا بنعمل استروك شايفين منخلي منخلي على اربع تقريبا هيك بكفي منحط صاح ومنحط اه سيلكت بيكسل على استروك ومنروح نعمل الاجريدينت الاجريدينت راح يكون اه زي هيك شوفوا شوفوا اللونه اسود وابيض اسود ابيض اسود فكت حلو صراحة شايفين كيف هو بس يعطي انه يعطي لمعات خفيفة وبس منحط صاح هالجيتها منروح نعمل تقريبا خلصنا كلمة تصميم منروح نعمل كلمة تكست ستايل تقريبا نفس الاشيه بس خلونا خلينا اشرح لكم اياه السريع منحط على تكست ستايل منحط على سيلكت بيكسل وغريدينت الغريدينت نخليه برتقالي اه حاسه غامج زيادة على اللزوم هيك تمام هالجيت منروح منجيب اللون منجيب هادي نفسها اللاير تحت الفرشاية اللي جوه شايفين اللون الابيض اللي جوه اللي حطيناه تاوي منجيب نفسه ومنحطه فوق هاي منجيبها هاي هادي تمام هيك ومنروح نعمل سيلكت بيكسل على كلمة تكست ستايل ومنروح على اللاير اللي فوق منحط اكستراكت وهيكا زبط معنا الشكل بس منخلي الاباسيتي خمسيا وبس هيكا تقريبا لا نقلل الاباسيتي شوية على تلاتة واربعين تمام هيك هيك صار عنا اا تكست جاهز خلينا نحط اا نحط امتي لاير ونحط استراك اول شي ايه صح انسيت خلينا نحدد على التكست ستايل نروح على نروح على الامتي لاير الجديدة ونحط على فل انت استراك ونخليه اربعة ونحط صح منروح نحدد الفل نقل الستروك على سيليكت بيكسل ومنروح على جريديانت ومنروح على بعد جريديانت خلينا نروح على لون هذا اعتقدت هيك تمام وبس اا هالجيت منروح واحنا حاطين خلينا ندمج الستروك مع النص مع يعني كل نص خلينا ندمجه مع بعض منحط على علامة لاير ومنحط على هادئ ومنحط ميرج داون وميرج داون هان صار هادول الحال ونعمل هادول نفس الاشي استنى لا مش هان ميرج داون ميرج داون منحط اا مستطيل ابيض استنى خلينا بردو نروح على ترانسفور ونميل المستطيل طيب اي شباب اا غلطت قنار شوية هيك بطلة تنبينها كلمة تصميم كتير عادها هتختفي اا خلينا نحط سلكت بيكسل على لاير هاي ونحط لونها لون اسود لون اسود والعكس اللي تحت لونها ابيض اا مش مشكلة لاخبط شوية اا خلينا اطلع اللاير هادي لفوق نحط ترانسفورم ونطلعها اا نحط صاح ونحط مستطيل تحت ونحط امتي لاير ونحطه لتحت نحط لونه ابيض استنوا نحط في لانسروك ونحط لون ابيض هيك اعتقد يعني صار جمالية احلى ضيل ناقص ناقص شغلة صغيرة يعني بس اا ناقص شغلة صغيرة واللي هي اا الاضاءة منروح الفرشاية منجيب الفرشاية ومنحط اللون خلينا خليها كبيرة تمام كلار خلينا اخد اللون الاخطر منها او اللون السيانى مش عارف اش بتسموه المهم اا بعدين اا خلينا اجيب امتي لاير ونروح اا اروح احط لي هيك شوية شوية اضاءة شوية بس تمام هيك اعتقد يكفي ونروح نحط على الجاوزيان على البلور ونعلي البلور شوية هيك ونحطه على لينار دوتجز وازا شايفين الاضاء قوية نقلل لستين تمام تمام هيك هل قيت نعمل كمان وناخد اللون تبع لون برتقالي نحط هنا لون وهنلون وهنلون ونحط على البلور نعليه على الآخر ونروح على لينار دوتج ونقل وبس وممكن انت بعد ما تعمل الصورة المصغرة بإمكانك يعني تحط شوية فلاتر بتصير عندك الصورة زي هيك وبس هيك بيكون خلصنا شرح اليوم إن شاء الله تكونوا استفدتوا بالنهاية هذا التصميم بنعمل على يعني بنعمل على الفوتوشوب وأنا عملت لك هي على الجوال أتمنى تقدر التعب وبس طبعا أنا بعمل التصميم قبل ما أصور عشان أضمن أني أعرف أعمله بعمله أكتر من مرة وبعدين بشرح لك عشان يكون الإشي واضح إلك وبس هذا كان فيديو اليوم إن شاء الله يكون عجبكم إذا عجبكم لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس وبس يلا سلام